محمد مجدي أفشا بصراحة يعني يستحق رجل المباراة على إنكار الزات اللي فيه والجامعية اللي عملها في الكورة الهدف يعني هو رايح للأسست طبعا وصنع هدفين لكن الهدف اللي عمله فيها ديانج اللي هو الهدف التالت لو عرضناه هنلاقي إن محمد مجدي أفشا فيه إنكار زات رهيب وجامعية بصراحة يعني يستحق بصراحة التحية عليها محمد مجدي أفشا ده الأسست كربونة من اللي احنا عملناه الماتش اللي فات قدام مصر المقصة نفس الأسست بالزبط لديانج اتلعبت لأفشا القامل برا إيه معايك بالنسبة لمحمد مجدي أفشا النهاردة هو بيوصل للأسست الرابع ده الأسست الرابع ليه في الدوري طبعا هو عمل اتنين أسست يعني عمل اتنين أسست وصنع فرصتين ورابع أكتر لعب عمل تمريرات 56 تمريرة نسبة دك التمريرات والقسائرة 92 واربعة من عشرة عمل ثلاثة لونج باس قدام بنسبة نجاح 100% وبنسبة دكت 100% قطع الكورة خمس مرات فقد الكورة ثلاث مرات عمل ثلاث عرضيات الثلاثة صح حصل على خطأ وكمان تاني أكتر لعب عمل مراوغات نجحة اتنين كمان لعب في مركزين مركز صنع الألعاب اللي هو المركز عشرة في البداية وبعد كده لما نزل وليد سليمان رجع كارتكاس تاني في ديئة 59 لما خرج أليو ديونج وتحول كارتكاس تاني ودي ميزة اللعيب الجوكر اللي يبع عندك زي محمد مجدي أفشا بيديك حرية وبيديك يعني تنوع كبير جدا في المراكز فمحمد مجدي أفشا في صراحة قدم أداة كبير جدا بتتكلم في لعب صنع اتنين أسست بتتكلم في لعب صنع فرصتين تاني أكتر لعب مراوغات نجحة بيديك الاستحواز في عدد التمريرات رغم أنه لعب 78 ديئة بس إلا أنه عمل 56 تمرير يعني رابع أكتر لعب عمل تمريرات لو كان يكملوا المباركة نحن يبقى رقم واحد فعدد التمريرات بيلعب في أكتر من مركز لعب جوكر بصراحة يعني حل مهم إدى حل وتقلل فرقة النادي الأهلي في صناعة اللعب محمد مجدي أفشا برضو يمكن رقم اتنين أليو ديونج ترجمة نانسي قنقر